معك الآن معي المبدع والمتألق اليوم علي عبداللطيف هلا وسهلا يا علي هلا وسهلا بيك شخ بارك الحمد لله ارفع صوت فقط شانا اسمعك كيف الحوال اليوم الحمد لله طيبة الحمد لله قولي كيف تدربت اليوم مع الشيخ صابر الحمد لله داني منحظات واغتمت فيها وزودتها ان شاء الله ما شاء الله طيب من اللي يضبط لك شماغك اليوم الشيخ يوسف ما شاء الله واش قال لك قال لي انه عشان الناس الخوطون بيننا هو ما شاء الله تبارك لاني انت من اليوم مضبط العلاقات مع الشيخ يوسف ايو ها جاهز لوقوفك امام اللجنة اليوم ايو باذن الله انا جاهز وانا مستعد لشوفتك اليوم يا علي علي لجنة التحكيم في انتظارك تجلى نوره ودنات سنابل خيره اماما الاسم اعلي محمد عبداللطيف العمر تسا سنوات المدرسة دار الفتح لتحفيظ القرآن الحفظ خمسة اجزاء امي وابي الذين سجعوني لحفظ القرآن الكريم شاهدت سنابل مدينة في اليوتيوب ذلك قررت مشارقة ان شاء الله اني اتأهل المرحلة القادمة واخذ لقب مرتى سنابل جاهز ان شاء الله اولا انزام الشيخ صابر اني يكمل اني صاب في هذه الحلقة اولا يجب عليك اولا ان تختار من الطلاب اللي قرأوا قبل ما انشوف دقيقة الاختيار تعطيني فرصة صلى ركعتين استخروا ولا تصلى ركعتين لازم تعطيني الاسم الآن اذا كان الامر كذلك بختار اول مشاركين اليوم علي محمد عبداللطيف علي محمد عبداللطيف علي محمد عبداللطيف اول شيء نبارك لكن ضمامك لفريق الشيخ صابر هو اللي قرأ اول واحد اول واحد اختاره الشيخ صابر كتاب للهدى نزلا اقام القول والعمل تجلى نوره ودنات سنابل خيره املا اعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من صندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون أهلا وسهلا يا مرحبا علي محمد عبداللطيف الشنقيتي صح يا هلا وسهلا ونعم قول معلك زود معلك زود يا مرحبا ما شاء الله تبارك الله شوف كذا الشيخ صارب لدربك مظبوط صح ايام ان شاء الله ستقنع اليوم ايام ان شاء الله نشوف الشيخ أحمد نشيقول على قراءة علي اي لا واضح ما شاء الله ان الشيخ مدربه لين من بعد حلقة الأداء ذي كنت تشتغل على المقطع شكلك ما شاء الله يا علي علي عبداللطيف محمد أيوب نسميه ان شاء الله ايه لقى رايتك جميلة واجدت الشيخ فيه بعض النبرات كذا مع الوقت بتجيب الشيخ تمام طلعت معك في يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون بانت الأداء عندك انه أيوبي بحت هتنتبه الهمستة زايد في بعض الكلمات عندك ولا تجويدك متقن وقراءتك جميلة يا علي ارجو لك التوفيق شكرا الشيخ أحمد شيخ يوسف الدوسر يتعليط لك على تلاوة علي ما شاء الله عليك يا علي ما شاء الله تلاوة جميلة مرتبة اختيارك المقطع مناسب لك جدا في الأداء وطريقة القراءة وحتى محاكاتك للشيخ كانت مميزة حتى النهاية ما شاء الله كانت نهاية جميلة جدا يدعونه كانت القلقلة فيها حلوة جدا كذلك يعني إذا كان بثني عليك ثناء قوي جدا بستحمل لطيه أول واحد في المتسابقين اللي سمعنا عن كلهم يقرأ الجيم مضبوطة يعني ما شاء الله الجيم جاية بحذافيرها وين تعلمت الجيم؟ ما فيها روح وجيه يعني ما شاء الله الجيم أنا أول مرة والله أسمعها في المسابقة هذه بهذه الطريقة كذلك ملحوظة يسيرة بقولها وقل لي الصح من الخطأ متقابل متقابلين متقابلين أول والثانية الثانية الثانية الصح كان جبتها مثل الثانية يعني كنت كزيت شفه تلك شوي بانت الضمة في كان فيه كزل الشفه اللي اسمعها كان فيها ضمة لكن ما شاء الله قراءتكم متميزة جدا جدا ما شاء الله تبارك الله كيف راضي يا علي راضي لكن النتائج إن شاء الله في آخر الآخر الحلقة شكرا لك يا علي أعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله يا علي عبداللطيف شنقيطي هو ثاني المتسابقين شيخ صابر نقطة ضعف الشيخ صابر هم هؤلاء الأطفال الصغار اللي دائما نشارك من الموسم الماضي ليش شيخ صابر يعني هؤلاء الشيخ يعني هم يعني رموز المستقبل إن شاء الله لا بد تعطيهم التشجيع والحناس بس إذا أصرحت أم تصريح شوي يعني يمكن يكون فيها مش يعني قسوة يمكن على الكبار في حيث تقول إذا جاني شخص كبير في السن مثلا شاب وقراءته كويسة وطفل صغير مثلا مع أنهم هذا أم لا رجال ليسوا أطفال وكان الشاب الصغير يعني قراءته أجود فأنت تختار تميل للصغير إي لأنه يعتبر متميز يعتبر متقدم على الأكبر إذا كان في سنه حصل ما حصله الكبير فهو أميز يعني متعتبر من جهة التمييز هو أميز يعني رتويت للرأي الحقامس ما في تغيير طيب